بحدي ست مفترية هو بتتبلغ علينا يا ميشو بس ميش ميشو اسمي ميسر محمد بعدين انت تخرص خالص انت السبب في الموقف سيبلغ لكلنا فيه دلوقتي والله العظيم يا ميسر انا راتف انا عايز اعرف انت ايه اللي ودكي هناك من قصر انت مش قلت انا مش رايحة مع انت صنوصي بقى انا التالية ان انا هروح لما عاطف الكسر ده مش عصر عاطف اتناي للكسر تبلغوني وانا اتصرف انما تتصرفوا من دبكة وبالشكل ده دايما تعريك بعدين من انت وانت ليكي بالشعب رايح انت جربوا فعل مزبونا عندي الحكاية بسيطة وريس ما تعمل عشي نيوم لا يا عاطف الحكاية مش بسيطة ده غلطة وغلطة كبيرة يلا يلا يا نسمي مش عايزة تشوفه اشتك تاني يلا نسمى نسمى بس كده يا بازور موحرم يا ميشو برضو ميشو طب لو اكلمت تاني هتحصل ارت كمان فهموا ولا نسمى اتفلينا بتامني ايه؟ امدا يا مادام انا كنت مطمرة على حضرتك تطميني علي يا حرامية حرامية؟ حرامية ايه مادام؟ والله ما بديت ايدي على حاجة هتتفضلي فتشيني؟ اخرسي خالص وخليكي عندك ما تتحركيك لحماوتك عويس ترحاني يا عويس انت لعلي حالة يا بيت انطقي في ايه؟ ما فيش يا ماما شوية مشاكل في الشغل مشاكل ايه يعني؟ مستر محمد مشاني من محمد ليه يا نسمى؟ عملت ايه عشان يمشيكي؟ ما تتكلم يا عاطف؟ بصراح يا ماما عاطف؟ وبعد ايه؟ المشكلة كده حصلت مع سبونة لا شاكلوكو كده بخبيين علي حاجة طب تعدموني لو ما قلتوا في ايه؟ شوية اني قدمك ده ايه؟ ألف بعد الشر عليك؟ ده الكاردفين اللي عندي تارو انا هقولها على كل حاجة يا نسمى عاطف اكسن بالله لو اتكلمت بها عرفك تاني سيبك منها يا عاطف قولي يا حبيبي في ايه؟ حصل ايه؟ احنا احنا روحنا عند مرات عمها النهاردة روحت عند مرات عمها؟ وإيه اللي وداكم؟ كانت صلبانا في شغل كده يا نسمى اخصى عليكي تروحي للولية بنت القرعة دي حد بيتها؟ ده اضول شعرها عندها قد كده ومركيبة كله شواثير 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 انا مش في شعرها دلوقتي ايه يا بيت اللي وداك لنا؟ انا قلت لك يا عاطف اني مش عايز اروح ده ااك اللي عشنا شغلان يا نسمى هاشرحين ليش حس وعملت معاكو ايه يا عاطف؟ قولي يا حبيبي عملي فينا اللي ما يعمل يا ماما؟ طب ما رحتش المخفى عمك له يا بيت وقلتيله أمي ايه يا ماما؟ أمي شفني ومعرفنيش أصلا طلو عمره واطي اسمعي انتي وهو ايه وقعد جيبه سيرة الردة انكو رحت هناك؟ احسن ده يهد الدنيا خليه حبة قلبي في اللي هو فيه وانا حتصرف انا؟ ده رابع اعتبارها زي يومي ده رابع ده تحت رجلها للنهار وصعرانا على خدمتها بقى تسرع نانا؟ طب ما رابع اعيز تسرعها ما كنت اخدت الخدم القلمزة اللي كان ضايع منها ده رابت لها البيت فوقيه وتحتيل حد ما جبت وديتهولها في ايديها وشخرتني قريتلي تسلمي يا سعدية وتسلم ايديكي حصل ولا محصلش يا مدام حصل شفت؟ وقعدت تبوسني وتحضني وتقولي انت زي بنتي واكتر حصل ولا محصلش يا مدام حصل دي بتنطور حاجتها ودهبها في كل ناحية عمعويس وانا بفضل اقعد للم وراها وحطي لها دهبا في الشاكمجية كل مرة قلت ايه بس اللي دخلك عليها القوضة وهي نايمة انا بدخل عليها كل يوم اطمن اشوفها اللي عايزة تتغطى ولا لو فيها يضم كاركبة القوضة علقها مكانها عشان بتسحش تلاقي القوضة من كاركبة وتتدايق النهاردة بقى بالذات وانا معا دايب من جب القوضة سمعتها بتنازع خفت عليها قلت اما دخلت طم اللي هيكون فيها حاجة لقيتها بتحلم تقوم تصحى من النوم تطلعي حرامية حرامية يا ناس حرامية ليه الظلمة بس ليه ده حط حرام والله خلاص يا سعدي ما اعتذر ليش لا معلش خلاص يا مدام شلدة من ده ارتحدي عندنا ولا حطيس البريدة دلوقتي يجي اخد انا مش مكملة شغلة ما حضرتك ما خلاص عادي يا سعدي يا مال ما لانا ما اعتذرتلك يعني بتحبك وبتعتبرك زي بنتها يلا خش ناما والصباح رباح يلا بقولك يا استهالي البت دي غلبانة وما بتعملش حاجة غلط وبصراحة انا ما صدكت لجيتها يعني لو مشت مش عارف اجيبلك غيرها اهان عرف غلط يعني رسالي يعني رسالي رسالي ایش من أتي للألام الزنام وعيني عشباب والشباب فيها يا ماما مالك؟ شكلك مش عجبني اكتب داية من حاجة؟ لا مفيش أصلختك ثابت الشؤ وبعدين يا ماما؟ احنا قولنا ايه؟ انا معرفش اخبي حاجة عن ريده صاحب المحل زعق معها ومشاه طيب واي يعني؟ ولا يهمك؟ انا اصلا ايه اللي نسمى هو يتخلي حاجة يضيقك وتسكتينه اي حاجة يزعلك تلم حاجتك وتروحها على البيت على طول كرمتها اهم حاجة يا حليبة لا حاجة بيأكلنا ولا حاجة بيشربنا ربنا يا جازي بقى اللي كان السبب وانت يا سبع البرومبا ما عملتش حاجة للرجل اللي زعق لنسمى دا؟ ايوة يعني ما عملتش حاجة انا اليوم كنا ادخل المحل اللي لو نسمى في ايدي يا اما حتنين نشتغل يا اما هنسمى وتضرب تقلب وتولع بقى زي ما هي اه انا دلوقت الراجل كوافر قديم وليها اسمي الزبان بيجو سألو علي بالاسم بيقولوا عاوزينك يا ميسي عاطف كل يا عاطف وانت ساكت وبلاش الحمق الكدبة دي انا اليوم كنا اسكت يا ماما اسم صاحب المحل يعرف ان المضوش مشكلة زبونة دي مشكلة قديمة مشكلة قديمة؟ مشكلة قديمة يعني ايه؟ باتبس بقى يا عاطف ما تشغلش بالك يا حبيبي دي احوارات بتاعتهم في الشكل بس انت عارف عاطف اصله غاوي راغي لا هو من ناحية غاوي راغي فهو غاوي راغي بصراحة انا مش رائق له يلا اهم حاجة بس انت بقول النسمة متزعلش نفسها رايح فين يا حبيبي طب كم ملقاك؟ لا يا دوبك بقى الحق المستشفى لحسن العيون كلها بقت علي اليومين دول ربنا معادي يا حبيبي انت متعرفش تسكت ابدا؟ انا برضو صباح الخير يا فعدية صباح الخير يا هانم حضرتك ساحتي بدر يعني النهاردة على مو الفطار جاهز ونقص بس السلطة لحظة وقع صبر طب قبل الفطار عايزك يتنزل الجبيلي الدوة دا طب ما ناتصل بريدة عما يروح السيدلية بعد هلنا ما ينفعش انا لازم اخد منه حباية بعد الفطار على طول ولقيت العلبة خلصانة طيب حاضر عناية شكرا 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 اشتركوا